من الأخبار كمان اللي معانا وكالة موديز للتصنيف الاعتماني أكدت تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري بيتو عند محافظة على النظرة المستقبلية المستقرة وشكلت الخطوات الاستباقية والمنهجية والعلمية لمواجهة جائحة كورونا والسياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكلية اللي أخدتها الدولة المصرية كحائط صد قدام التداعيات السلبية للأزمة خصوصا مع تبني استراتيجيات وخطط ومنبادرات داعمة لقطعات الدولة المختلفة سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي وده الأمر اللي ساهم في عودة الحياة لطبعتها وحقق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية التقرير كمان أشار أن مصر جت في المركز الثاني على العالم في مؤشر الإيكونومست عن عودة الحياة لطبعتها قبل طبعا جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة ليه طبعا التصنيفات دي مهمة يا شاز دي؟ لأن التصنيفات دي لما بتجي من عندهم هم من طبعا وكالات من عندهم وموصوق فيها الأرقام دي بتطلع من عندهم هم بتشجع المستثمرين الأجانب أنه هم يثقوا في الاقتصاد المصري لأن في الأول وفي الآخر دي مش أرقام طلع من عندنا لا ده بإشادة الوكلات والتصنيفات العالمية للاقتصاد المصري مصر قدرت أن هي تعمل إنجاز كبير قوي فشل فيه كثير من دول العالم أنه هم يقدروا يحققوا النجاح الكبير أو أنه هم يقدروا يتخطوا طبعا الكارسة اللي حصلت بسبب طبعا جائحة كورونا مصر قدرت أن هي تطلع بالاقتصاد وتتخطى هذه الجائحة بشكل طبعا زي ما احنا شفنا بتصنيفات عالمية بشكل يعني مبشر جدا للمستقبل وفي نفس الوقت مشارف طبعا يا بسانتو زي ما انت قلت احنا تاني بعد هونج كونج على طول في العالم دول كتيرا ما قدرتش أن هي تعمل اللي احنا عملناها بس الحمد لله قدرنا أن احنا نتجاوز أزمة فيروس كورونا سريعا ونقف على رلينا بفضل طبعا سياسة الإصلاح الاقتصادي للسياسة المارنة اللي مصر اتبعتها خلال الفترة الماضية واللي احنا بنجمي سمارها طبعا دي مهمة هذه الاشهادات زي ما بسانتو كانت بتقول هم مش محتاجين ان هم يجملونا الاشهادات دي وهذه الاشهادات مهمة جدا في حق الاقتصاد المصر لأن هي أداة مهمة للمستثمرين لمزيد من الاستثمارات لشراء سندات للدخول في السوق المصري بمنتهى السقة لأنه هو كل المستثمر إيه لي بيحتاجه أنه هيكون واثق أنا داخل بلد واثق أن أنا هعرف أشتغل فيها واثق أن البلد أمنيا وسياسيا مستقر واقتصاديا أيضا مستقر واثق أن أنا لا أقدر الله لو حبيت أمشي في أي وقت فكل حاجة بالنسبة لي مش هيكون فيها أي مشاكل فيه تسهيلات فيه كل حاجة فأعتقد أن كل هذه الاشهادات مهمة طبعا لجذب مزيد من الاستثمارات ترجمة نانسي قنقر